لكن الأستاذ تلميز طيب إزاي؟ مع كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك ولكل الأندية الحقيقة بالذات الأندية الشعبية لأنه لها تاريخ ولها شعبية ولها حضور ولها إسهام كبير في تاريخ الرياضة في مصر لكن معلوم للجميع بالضرورة أنه النادي الأهلي المدرسة الإدارية المتميزة تاريخيا في مصر وده مش حتى كلامنا ده اعترف كل المنافسين أي تفوق الأهلي يعمله أو أي بطولة يعملها يقولك هي الإدارة دايما يشار إلى الإدارة لما تلاقي مثلا حد زي كابتن أحمد حسان ميدو الرجل يتكلم أنه الزمالك ورئيسه التاريخي كابتن محمد حسن حلمي زمورة هو اللي كان بيعلم الناس الإدارة وأنه كابتن صالح سليم نفسه كان بيروح يتعلم منه الناس كلها طبعا مش موجودة معانا لكن التاريخ موجود نشوف كلام ميدو وبعد كده طيب قبل ميدو هنشوف المهندس خالد مرتجي في لقطة بيلكوا قيمة تواصل الأجيال في النادي الأهلي الانتخابات كانت دايما بين يمكن أشهر انتخابات أو أول انتخابات رئاسية اتعاملت بقوة لثلاث دورات متتالية كانت بين الفريق مرتجى الله يرحمه وكابتن صالح سليم عليه رحمة الله يمكن في تاريخ النادي مفيش اتنين تنفسه على رئاسة النادي في ثلاث دورات انتخابية متتالية ما حصلتش إلا بين الكابتن صالح والفريق مرتجي ومع هذا شوفه المهندس خالد مرتجي لما بيذكر الكابتن صالح وتأثيره في الكوادر الرياضية بيقوله بشوف ان احنا عندنا أولا جهاز فني على أعلى مستوى مرس الكولر من الشخصيات أو من المدربين اللي على أعلى مستوى راجل مسك متخب النمسى سبع سنين راجل حقق مع النادي الأهلي يعني ماشي في خطة جرزية يعني أنا شايف بفضل الله الفطر اللي فات عندنا النهاردة لجنة تخطيط برئاسة أو المشرف العام على الكورة أعظم من أنجبته الكورة المصريية كابتن محمود الخطيب عندنا راجل سبورتينج داريكتر النهاردة من الناس تلامزة تربى على إيد صالح سليم أو كابتن صالح سليم وكابتن طالح سليم آه يعني عندما يصف في محاولة تسكية محمد رمضان وجدارته يصف أنه تلميز كابتن صالح وهذا حقيقي إحنا كلنا لما احتكينا بكابتن صالح مؤكد يتعلمنا حاجات كتير جدا والأهلي دايما بيتعلم القياداته يعني ودي الميزة يعني مهما كانت القيادات سواء فيه اتفاق أو الخلاف لأن إحنا ما كناش دايما نبوص أستاذ براهيم للانتخابات إنها معركة شخصية أنا وأنت عن نفسنا نخدم النادي بننزل أنت بقيت اللي نجحت بنقعد نهزل مع بعض بعد كده وأنت تفضل تكل على الله مش نتيجة إن أنت أقصتني ولا حاجة أنا كنت متواسل إن أنا عندي أفكار عايزة تطبق المرة جاية فكان تمالي الانتخابات راقية جدا وملاش ديول يعني ملاش رواصف سلبية داخل مجتمع النادي الأهلي وده نموذج وضعه الفريق مرتجي اللي كان كسب الدكتور إبراهيم الوكيل قبلها لكنه لما جيه في 76 ترشح ضده كابتن صالح وفاز الفريق مرتجي رجع كابتن صالح يفوز في 80 وف 84 وده كان السجال التاريخي في النادي الأهلي لكن لما يكون ابن الفريق مرتجي شوفوا التواصل اللي يجالي المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي حاليا يدرك قيمة الكابتن صالح والكابتن طارق وقد إيه محمد رمضان التلمس على إيد هؤلاء الكبار هو ده النادي الأهلي وهي دي قيمة الكابتن صالح سليم اللي ميدو قال فيها حاجة تانية خالص بالنسبة للكابتن حلم زمورة نشوف ميدو خلي بالك أسانا لما كنت بطلع أقول وما حدش يزعل مني كنت بطلع أقول ساعة إيه أسانا ده تاريخ يعني أنا عارفه إن الزمالك هو اللي علم الأندية المصرية كلها الإدارة الرياضية هل أنا كنت راجل بأقل في الكلام ده صح؟ كانت صالح سليم الله أرحمه كان بيروح يقعب مع كابتن محمد حسن حلمي الله أرحمه يشوف بيتصرف لا بيشوف بيتصرف إزاي في المواقف وإزاي بيدين الأزمات كانش في حساسية زمان وكان ده عادي نادي الزمالك رئيسه كان في نفس الوقت هو رئيس تحدي الكورنة وفي ناس كابتن صالح سي يعمل اللي أنا شفته مبارح ده بقى هو ده اللي أنا شفته جوه نادي الزمالك وأنا عالت صغير طب كابتن صالح كان بيحب الكابتن حسن حلمي شايفه قدوته بيتعلم منه بيروح يقعد معي سأله أولا العلاقة طيبة كانت طيبة جدا بين الكابتن صالح و وقيادات نادي الزمالك وقيادات نادي الزمالك شكل عام يعني أنا أصور أحد الانتخابات كابتن نور ده لما حاب يترشح رئيس نادي جاه النادي الأهل وقعد معنا والطالب يقعد مع الكابتن صالح وقال أنا ترشحت عشان لازم يبقى فيه حد هو شايف نفسه في هذه المكان كلعيب كرة كمان أنا وصالح ابنا مع بعض اللي هيقعد جنب صالح فأدي النظرة كانت احترام لكن يتعلم طب ليه يتعلم إذا كان نادي الزمالك كان متفاق في كل حاجة يعني ما تقول لنا يا سيد إبراهيم بس هو اعترف بحاجة بقى قال لك كان هو رئيس النادي الزمالك ورئيس الاتحاد كابتن حسن حلمي في التمنيات اللي الأهل كان متفاق فيها طيب هو مبدئيا بس بعيدا حتى عن حتة المعايشة لأنه أحمد حسان ميدو كراجل نجم بس هو ما قال ليه 83 يعني معصرش الفترات لأنه بس أقول لك أنا عارفها كابتن حسن حلمي توفى في 86 يعني كان لسه ميدو يدوب لسه صغير قوي كابتن صالح جي رئيس للنادي الآله سنة 80 برضو ويديو وكانش جاه أصلا إنما ما علينا يا القصة فين يا جبا عمو كابتن حسن حلمي كان رئيس لنادي الزمالك دورتين أو مرحلتين مرحلة من 67 ل71 ومرحلة من 72 ل84 المفترض أننا لو عايزة باصي للزاكرة الجمعية المصرية معلومة أن الأجيال حتى في السوشيال ميديا الصغيرة تبني عليها قناعات وأنه الزمالك كان هو اللي بيعلم الأهل الإدارة لا مش صحيحة وبرضو مش عايزين نقول تعالي أن الأهل كان بيعلم الناس كلها الإدارة لا بس الأهل من أول مناشى جزء من تميزه وقيمته أنه أول ما تأسس تاني سنة على طول عمل دستور النادي عمل لائحة محكمة جدا للنادي ومشت بعد كده حتى في الأنشطة الرياضية كلها فأنت بتتكلم عن سياج قانوني إداري محكم قبل الكابتن صالح وقبل الكابتن حسن حلم وقبل كل الناس دي الدورة الأولادية من 67 ل71 بتاعت الله رحمه الكابتن حلم زمورة ما كانش فيه نشاط من 67 ل71 ما كانش فيه نشاط فما حدش تعلم لحد حاجة هنا طيب بص بقى بطولات الزمالك في عهد المفروض الكابتن حسن حلمي اللي هو أستاذ الإدارة بطولات الزمالك في عهد حسن حلمي خد بطولة أفريقيا أبطال الدوري مرة وخد كاس أكتوبر سنة 73 خد كاس مصر ثلاث مرات والدوري العام مرتين يعني إجمالي بطولات الزمالك في عصر الكابتن حلمي سبع بطولات مجتمعة الأهل اللي بيتعلم الأهل التلميذ في الإدارة على حد وصف ميدو خد في الفترة دي نفسها 13 بطولة ضعف بطولات الزمالك لقى لقى خد بطولة أفريقيا أبطال الدوري مرة وبطولة أبطال الكووس مرة خد كاس مصر أربع مرات خد الدوري سبع مرات يعني 13 بطولة لكن حتى فكرة لأنه اختزال الأهل إداريا في قيمة الكابتن صالح سليم وهي قيمة عظيمة واحد من عظماء النادي الأهل في تاريخه لكن من الظلم للنادي الأهل ككيان أن أنت تختازل قيمة الأهل ومكانته في شخص الكابتن صالح هو نفسه لم يختزلها لأنه الأهل كان قبل ما الكابتن صالح ييجي النادي أصلا أو يلعب حتى في الناشئين تمتخيلين أن الكابتن صالح اللي ترأس النادي لأول مرة في 1980 وكان أول لعب كرة يرأس النادي الأهلي تاريخ كرة القدم المصرية حتى سنة 80 يعني قبل ما جيء الكابتن صالح الأهلي كان عنده إيه والزمالك عنده إيه الأهلي خد كاس السلطان حسين كلام ده يا جماعة من أول ما تقال يا كرة في مصر لغاية سنة 80 اللي هي مرحلة كابتن صالح كاس السلطان حسين الأهلي خدها سبعة والزمالك خدها اتنين بقيت الأندية كلها خدتها 13 مرة كاس مصر الأهلي خدها 22 مرة قبل كابتن صالح والزمالك خدها 17 وبقيت الأندية خدتها 15 دور القاهرة البطولة الكبيرة وقتها الأهلي خدها 16 مرة والزمالك 13 وبقيت الأندية 3 بطولة الدوري من أول ما بدأت 48 والكابتن صالح لاعب الأهلي خدت دوري قبل سنة 80 16 مرة والزمالك خدها 4 وعنده مدرسة الإدارة المفروض وبقيت الأندية خدتها 4 كاس الجمهورية العربية المتحدة اتعاملت مرة واحدة الأهلي خدها كاس الاتحاد المصر اتعاملت مرة واحدة زمالك خدها الإجمالي حتى ما جاء الكابتن صالح لرئاسة النادي الأهلي في كرة القدم كان عنده 62 بطولة وكانت زمالك عنده 37 بطولة يعني تقريبا الضعف وبقيت كل الأندية عندها 35 بطولة ده يعني لحفظ التاريخ لمن سبق الكابتن صالح وحفظ الحقيقة للأجيال الجديدة مش فكرة أنه اللي هو في وقته سبع دوري ها بالضبط ميدو بيستشد بأنه رئاساء اتحاد الكرة كانوا كلهم من نادي الزمالك والله دي مش علامة على حسن الإدارة ده احنا بنقول كده لا بالعكس هو هتعتبرها كابتن ميدو أن ده دليل حسن إدارة لا ده دليل نفوز عام موسيقى